في فترة من فترة السنة نلاحظ ظهور بعض العلامات على الحمام قد تكون الأخطر على مستوى الأمراض الشائعة لدى الطيور وخصوصا في مرحلة السباقات حيث يبدل الحمام مجهودا أكبر في السباقات وكذلك في التدريب وعنده ارتفاع درشة حرارة خصوصا في الصيف وهنا يعتبر الحمام أكثر عرضة وحساسية لهذا المرض اللعين الذي يسمى أم الأمراض يبقوا معنا لمعرفة المزيد عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لهوات الحمام الزاجل وكذلك لمتتبع قناة الزاجل المغربي أولا وقبل كل شيء أسأل الله العلي القديم أن يحفظ أمة سيدنا محمد من هذه الوباع وكذلك أن يحفظ وطننا العربي وسعر الناس في أنحاء العالم فالأمر أصبح أخطر مما نتوقع ويجب علينا أن نأخذ الحيط والحضار وأن الزماء قيوتنا موضوعه اليوم سيكون من أجمل مواضيع برنامج عالم الحمام الزاجل أمر الأمراض لماذا هذا الاسم؟ لأنه ينتشر عند الحمام بأشكال وأعراض مختلفة فلا يمكن علاج أي مرض أو عمل علاج عام في بداية موسم السباق قبل أن نتأكد أن الحمام خالي من مرض التريكمونياز أو الكانكر فهو الأساس في صحة الحمام التريكمونياز أو الكانكر مرض خطير وهو الأكثر شهرة في إصابة الحمام وكذلك جميع أنواع الطيور ويبدأ في الدول خلال فترة الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة وكذلك في مرحلة الصباقات وخصوصا السباق الطاولة والمتوسطة حيث أن الحمام يبدو مجهودا أكبر مما يؤدي إلى ضرور هذا المرض والذي يعتبر معديا وينتقل من الحمام المريض إلى الحمام السليم ويوجب عزل الحمام المريض فما هي إصابات هذا المرض؟ ينقسم إصابات هذا المرض إلى قسمين القسم الأول وهو سهل في العلاج حيث يصاب بلع وحنجرة الحمام بقرحة مع تكون سائل دولة أصفر ورائحة كريار والتنمية وهي الأخطار حيث يصاب الكبد بتقرح داخلي وهنا يصعب التشخيص ولذلك نلاحظ تخزين الماء في حويسرة الحمام إشارة إلى تواجد التريكمونياز الداخلي فما هي الأعراض التي تصيب الحمام؟ خلال فترة المرض تلاحظ الهوى ظهور بعض الأعراض التي تشير إلى تواجد مرض التريكمونياز مثلاً ظهور حبيضات صفراء على مستوى القصبة الهوائية حيث تبدأ من الكبد وصولاً إلى فتحة الفم ويبدأ في تزليد حجمها إلى أن تصل إلى غلق القصبة الهوائية مواجهة صعوبات في التنفس والأكل مما يؤدي إلى نحافة الحمام وجود سائل دولة من الأصفر ورائحة كريارة على مستوى الفم شرب كميات مفرطة من الماء وانتفاخ الحويصلة أما بالنسبة للزغاليل فتظهر قرحة على مستوى السر والشرج وكذلك إسهال أخضر لكن اللون يؤدي إلى موت زغاليل عند عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في وقتها وللتذكير فإن مرض التريكمونياز فهو مرض معدي وينتقل بسهولة بين الحمام إخواني هوات حمام الزاجي نكتفي بهذا الجزء من مرض التريكمونياز في هذه الحلقة لكي لا تكون حلقة مطولة وأتمنى من الله عز وجل أن تكون الحلقة مفيدة لجميع هوات الحمام الزاجي نمرجو من الإخوان الدعاء لنا لتجاوز هذه المحنة وخصوصا نحن نتواجد في منطقة الأكثر إصابة بهذا الوقاء أخي الكريم إذا كان لديك تساؤل أو تود أن نتطرق إلى حلقة أو موضوع يهمك فما عليك إلا أن تدع لنا تعليقا أسفل هذا الفيديو إن شاء الله وسنقوم بعمل حلقة خاصة عنه أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه في أمن الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر